قناة المسلم أخو المسلم الدعوية بوابتك للعلم النافع كما أنه قال غطوا الإناء وأوكوا السقاء وأغلقوا الباب وأطفئوا السراج فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودا ويذكر اسم الله فليفعل فإن الفويسقة أي الفأرة تضرم على أهل البيت بيتهم وفي الصحيحين عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا وأوكئوا قرابكم واذكروا اسم الله وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليها شيئا وأطفئوا مصابيحكم وفي رواية غطوا الإناء وأوكوا السقاء فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء ليمروا بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون رواه مسلم هذه إشارات ودلالات وغيض من فيض وقد تكاثرت السنة والأحكام وحفظت البيوت من الشرور والآثام في هدي واضح بي وسنة شاملة كاملة فتعلموا دينكم أيها الناس وعرفوا قدر إسلامكم فالبيوت لها أحكام متى ما روعيت كانت جنة وجنة وأنتجت الثمار اليانعة والخيرات المتكاثرة وإلا غزتها الشياطين وملأتها بالضنك والبلاء المبين شكرا